اهلا بكم اثار اقتصادية مدمرة لاسرائيل بسبب عملية طفان الاقصى واكتياح الجيش الاسرائيلي لقطاع غزة يعتبر انتحار اقتصادي لدولة الاحتلال طفان الاقصى الخسارة الاقتصادية الاكبر في تاريخ اسرائيل منذ حرب اكتوبر 1973 هكذا وصفت صحيفة يدعوت اربانور الاثار الاقتصادية التي تسببت بها الضربة المفاجئة التي تلقتها اسرائيل من الفصائل الفلسطينية يوم السابع من اكتوبر الجانب سلطات الضرائب الاسرائيلية اللي دخلت مستوطنات غلاف غزة في اليوم الاول للمواجهة قالت ان الخسائر المادية المباشرة في اليوم الاول فقط تقدر بحوالي 3 مليار شكل على الاقل 20 مستوطنة تضررت بشكل كبير وبعضها حرج بالكامل المنازل والبنية التحتية والطرق والمزارع اتدمرت بشكل كبير هذا الضمار يعد غير مصفوك في تاريخ حروب اسرائيل نيجي بقى لتكلفة الرد العسكري الاسرائيلي على تلك الهجمات اليوم الاول فقط التكلفة 40 مليون دولار واكيد الفاتورة دي ستزداد كلما طالت امد الحرج وبالتالي الخزينة الاسرائيلية ستنهار حتى وان اخدنا بعين الاعتبار الدعم الامريكي الاسرائيلي لان حضراتكم اكيد شايفين كمية المتفجرات اللي بتستخدمها اسرائيل في قصف غزة اسرائيل كمان فقدت الارادات من الزراعة والسياحة على المدى الطويل خاصة ان منطقة الجنوب تعد رافض اساسي لعادات الزراعة والسياحة الريفية وغيرها الاسرائيل كمان الحكومة الاسرائيلية تتعرض لضغوط كبيرة بعد عملية طفان غزة لان بعد الفشل الاستخباراتي غير المصبوك في الجيش الاسرائيلي وعدم موجود اي استعداد لصد هجوم طفان الاقصى اصبح المواطن الاسرائيلي لا يشعر باي شيء من الامان وكمان عنصر المفاجأة سبب حالة من الرعب عند المواطنين في اسرائيل وبالتالي اصبح فيه شكوك في حول قبول السكان العودة للسكن في بيوتهم او المستوطنات الموجودة في غلاف غزة وبالتالي الحكومة الاسرائيلية هتضطر توفر لهم مستوطنات بديلة وده بيشكل خسارة كبيرة لاختصاد الاسرائيلي المزارعين والاسرائيليون اصحاب مصالح تربية الحيوانات خايفين جدا من حدوث انهيار اقتصادي غير مسبوك في اسرائيل وده في سبب الاضرار التي لحقت بالبنية التحتية الزراعية والحظائر سواء حيوانات او دجاج خاصة ان السلطات الاسرائيلية بتمنعهم من العودة للمزارع خوفا من وجود مسلحين فلسطينيين بينهم عام اخر بيثك الفاتورة الحرب على الحكومة الاسرائيلية وهو التعويضات التي ستقدمها الحكومة الاسرائيلية للمتضررين جسديا وماديا ونفسيا بالاضافة الى عائلات القتلى والمتضررين بشكل غير مباشر نيجي بقى لغلاف غزة غلاف غزة هو مصطلح بيتردد كتير جدا مع كل موجهة بين الفصائل الفلسطينية والجيش الاسرائيلي غلاف غزة ليه اهمية استراتيجية وامنية كبيرة جدا كمان غلاف غزة من اكثر المناطق هشاشة وعرضة للهجمات في اسرائيل غلاف غزة يعتبر هو المنطقة الجغرافية الممتدة على طول الحدود البرية بين اسرائيل وقطاع غزة يتكون من منطقة عزلة تضم حواجز برية وقواعد ونقاط عسكرية واراضي زراعية شاسعة المنطقة دي فيها حوالي سبعة وخمسين مستوطنة يعيش فيها اكتر من سبعين الف اسرائيلي كمان بتضم المنطقة اكتر من سبعة وعشرين الف عامل اجنبي بيعملوا في الزراعة طب ايه هي ابرز المستوطنات التي تم مهاجمتها بتلك المنطقة اول مستوطنة وهي اس دي روت ودي اكبر واقرب مستوطنة الى قطاع غزة من الشمال الشرق ويعيش فيها حوالي خمسة وثلاثين الف نسمة وهي من بين الاكتر تعرضة للضربات الساروخية من الفصائل الفلسطينية مستوطنة زيكم وهي مستوطنة تقع شمال شرق قطاع غزة وتطل على البحر الابيض المتوسط تضم قاعدة عسكرية تعرضة لنيران وسواريخ الفصائل الفلسطينية في الحرب الجارية وفي حروب كمان سابقة كمان مستوطنة بيري ودي اكتنها اكتر من الف نسمة وفي الحرب الجارية حاليا قتل في المستوطنة حوالي مئة مستوطن وخطف العديد منهم الى قطاع غزة مستوطنة نحال عوز يعيش فيها حوالي ربعمية وسبعين اسرائيل وتشتهر بوجود قاعدة عسكرية تعرضت لعمليات تسلل من قبل فصائل فلسطينية خلال هذه الحرب الحكومات الاسرائيلية المتعجبة على مدر العقود السابقة عملت على احداث تغيير ديمغرافي جذري في غلاف غزة الحكومة الاسرائيلية كانت بتشجع السكن في غلاف غزة باغراءات مادية كبيرة زي التخفضات الضربية والوظائف الكثيرة والسكن المدعوم وتشجيع الاستثمار في السياحة الرفية وكمان مزارع الدواجن والحقول لكن بعد عملية طفان الأقصى أصبحت أهداف حكومة نيتانياهو أولى مضاعفة عدد سكان هذه المستوطنات ستصبح بعيدة عن التحقق وبالتالي هدف التنمية الاقتصادية في تلك المنطقة أصبح بعيد المنال وبالتالي تعتبر خسارة اقتصادية كبيرة لإسرائيل بنك هابل عين أحد أكبر البنوك في إسرائيل قال إن تكلفة الحرب على إسرائيل في غزة تقدر بملايا كل عن 27 مليار شكل يعني أكتر من 6 مليار دولار البنك قال إن استدعاء إسرائيل ل300 ألف جند احتياط هيشكل عب اقتصادي كبير على إسرائيل ودول أكيد هيسيبوا وظائفهم وبالتالي ده هيأثر جدا على الاقتصاد الإسرائيلي بنك هابل عين قال إن تكاليف الحرب الحالية ستبلغ ملايا كل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في إسرائيل وده يعني زيادة في عجز الموزنة بملايا كل عن 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة القادم البنك قال إن كلما زادت أمد الحرب كلما زادت خسائر إسرائيل بشكل كبير وده نتيجة الاستنزاف العسكري والاقتصادي للدولة بشكل كبير البنك قال كمان إن منذ عبداء بدء عملية طفان الأقصى وإعلان إسرائيل حالة الحرب انخفضت الأسهم والسندات المحلية بشكل غير مسبوك في إسرائيل اليوم الأول اللي عملية طفان الأقصى هبط المؤشر الرئيسي لبورسة تل أبيب بنسبة 6.7% عند الإغلاق ومؤشر البنوك سقط إلى 8.7% المدارس في إسرائيل مغلقة شركات الطيران وقفت معظم الرحلات الجوية لتل أبيب كمان تم إلغاء أجوزات الفنادق وغروب السياحة كمان تم إغلاق الشركات والمحل التجارية في إسرائيل وحتى الصيدليات بجانب انقطاع الكهرباء عن المستوطنات جنوب إسرائيل إذن تكلفة العدواني لإسرائيلي على غزة والهجوم الفلسطيني على إسرائيل كان كارسي بكل معنى الكلمة على الاقتصاد الإسرائيلي وبالتالي كان الصهيوني يتعرض لأصعب حرب منذ حرب السادس من أكتوبر عام 1973 كل الدعم والمسندة لأهلنا وأشقائنا في قطاع غزة اللي بتعرضوا لعمليات إبادة جمعية من جانب قوات الاحتلال الإسرائيلي مستمرين مع حضراتكم في تغطيات إغبارية جديدة من صالة تحريرنا بالسابع على مدار الساعة أشكر حضراتكم شكرا جزيلا كان معكم محمد جمال وإلى اللقاء شكرا جزيلا